مطش المقصة النهاردة بشوفوا الحقيقة هو هو مطش المقاولين يوم السبت في خانة واحدة المطشين دول في منتهى الأهمية من حيث التوقيت مش من حيث بصرف النظر عن اعتبارات الأسماء المنافسة يعني المقصة طبعا الناس كلها عارفة انه مش افضل ما اسمعوا الاطلاق ويكاد يكون اقرب واول الهبطين والمغادرين للدوري الممتاز رصيده 15 نقطة مقدم واحد من اسوأ المواسم يمكن ان اول ما ظهر مصر المقصة في الدوري من موسم 2010 2011 مقدمش نتائج ولا مستوى بهذا السوق يمكن يكون اسوأ موسم على الاطلاق وزي ما قلت لكم يمكن يكون ان لم تحدث المعجزة انا عارف انه ليسا فاضل 8 مطشات لكن في النهاية يعني مصر المقصة محتاج معجزة عشان يبقى في الدوري الممتاز في النهاية مش دي قصتنا قصتنا مطش المقصة والمقاولين ليه بقول عليهم اهم جولتين من العشر جولات المتبقية للنادي الاهلي لانه الحقيقة انت بتراهن مش بس انك انت تكسب مطشاتك بتراهن كمان على انك انت تنتظر تعثر الزمالك اما في تعادلين او في خسارة مباراة في هذه الحالة تبقى فرصتك هي الاقرب فرصتك هي الاقوى لتحقيق اللقب انت عندك الشرط انك انت تجيب 30 بنت ده شرط مفوش تنازل يعني ما يفعش انك انت تفرط في ولا نقطة وتحديدا في المطشين دول مطش المقصة ومطش المقاولين ليه المطشين دول ومش كل العشر مطشات لهم اهمية زيادة شوي لانه في الجولتين دول تحديدا الزمالك بيلعب اتنين من اصعب مواجهاته يعني الزمالك بكرة هيلعب مع فيوتشر مواجهة صعبة جدا فريق فيوتشر من الفرق الفائقة جدا المنسم ده من الفرق اللي عندها عناصر قوية جدا من الفرق اللي بتلعب كورة محترمة جدا فبالتالي وارد جدا تعثر الزمالك امام فيوتشر بكرة والمواجهة اللي بعدها هتكون مع بيرمتز والاثنين بيهت نفس يعني الاثنين فرقتين من ضمن السلاسي اللي بيتنافس على صدارة البطولة في المباراة كل واحد هيبقى عنده الدوافع انه يكسب التلات بونت ويعطل التاني زمالك عايز يعطل بيرمتز ويبعده عن المنافسة وبيرمتز لو خسر مطش الزمالك يبعد قوي 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 وتضعف قوي فرصه في المنافسة على البطولة فبالتالي بيرمتز هيخش المباراة دي يقتل يا مقتول بلغة الكرة يعني مهم جدا بالنسباله انه يعطل الزمالك عشان يقدر يبعده فرصة حقيقية لتحقيق لقب هو الاول من نوعه في تاريخه كله ويمكن تكون الفرصة دي يعني اكبر فرصة خصلت من اول ما سمعنا عن حاجة اسمها فريق اسمه بيرمتز وبالتالي فوز الاهلي في المباراتين دول مهم جدا عشان تفضل حالة المطاردة موجودة لقدر الله خسارة اي نقطة بتعادل او خسارة غير متوقعة قدام المقاصة النهاردة او المقاولين يوم السبت تريح الى حد كبير جدا وتضيع تماما حالة التوتر اللي موجودة عند المنافس بتاعك سواء زمالك او بيرمتز ويحس ان هم عندهم اريحية او افضلية حتى لو تعصر في مباراة او تعادل في مباراة لن يؤسل ذلك على فرصة وخصوصا ان القادم بالنسباله اسهل عشان كده بقول ماتش المقاصة العشر ماتشت في منطقة الاهمية يعني احنا التارجت بتاعنا اللي نتكلم عليه هما 30 بنت عشر ماتشت بتلاتين بنت نعمل اللي علينا ونسيب الباقي الحسابات يعني على ربنا لكن في النهاية مهم جدا الجولتين اللي جايين دولنا اقتحق العلامة الكاملة وتبني على اللي حصل في مباراة الجونة عشان تفضل في نفس حالة المطاردة فبالتالي يبقى داخل الماتشت الصعبة الزمالك او بيرمتز داخلين الماتشت الصعبة دي وهم تحت ضغط النهاردة البيرمتز هيواجه البنك الاهلي والاهلي هيواجه المقصة بكرا ان شاء الله عزا مالك وفيوتر خلينا اكلم حضراتنا